لو حضرتك اللي بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي شخص مصري فمش عارف هيبع عندك رد لو قلت لك هو كان قاعد على الكرسي في قلب رفح وحاطت رجل على رجل بيعمل ايه? هل هيبع عندك رد? طب بلاش شخص مصري ولا عربي اساسي. بشكل عام بقى. هل حضرتك على عائل من الحرب العالمية التالتة بدأت امبارح وحصل عدوان ثلاثي على اليمن واتضربت موانيها? طب بلاش ده كله? طب عارف الدولة اللي سمحت للطيران ابو طفيرة باستخدام مجالها تجول ضرب اليمن? طب عندك فكرة ان اليمن قبليه هتدكت تلقى بمصيراتك والمصيرات دي عدت على دولة في طريقها. قال انت تعرف مين الدولة ديت? لو ما تعرفش الاجوبة دي فانت محتاج تتفرج على الفيديو ده. حد ده هيقول لي ايه الالغاز دي عبدالفتاح? بص اشي دي. موقع روشير يوم نزل فيديو للنيتن وهو في رفح. وبيكلم الجنود ايه الشجعان بتوعه? على كلامه. وانه قد ايه فخور بيهم وببطولاتهم كمان. لا ده عاجي ده فور يعني لكن هم كده كده الافطال بقى اسمع منه يعني. المهم بقى جمع الوقت دوت العساكر حواليه وبيقول لهم عارف يا لها تفير انت وهو قالولي ايه يا معلم يا انت نواحد فينا. قال لهم ان الاسبوع الجاي رايح الكونجرس. وهقول للعالم كله على شجعتنا وعدالتنا. عدالتكم. عدالة دي تبقى خالتك. المهم كده قعد عليه ومستمتع او بالكرسي يعني وحاطة الرجل على الرجل ولا كايرنك قعد في بيتكم. يعني شجعت ايه يا لها? يا مخروء انت وهو. هو انت مش كان عندك اصلا عجز يا لها. او الله زي من صمعين كده. النيتن تلع قال يا جماعة احنا عندنا عجز. قال لك العجز في المركبات والدبابات. وده اول اعتراف يا جماعة من الصهاينة من اول ما الحاريه به بدأت لحد دلوقتي ان هم خسروا اسلحة كتير ودبابات. فده في حد ذاته اساسا حاجة قوية جدا يعني. لأ وبيقول لك المضحك بقى ان تخيل ان هم عنده عجز وعنده اساسا جسر جوي داهم امتداد بقى دايمة بينهم بين امريكا وبريطانيا وغيره. بس هو العجز يا لها النيتن عايز سألك سؤال بقى بجد يعني. يعني مفيش عجز في حتة تانية. يعني الجنود مسلا. ولا تركيا مكيفاكم. ايسف قصدي مكفي ياكم. حد يقول لي اصدق امريكا يا عبدالفتاح. اقول لك لا لا تركيا. ما انت متعرفش. في خبر انتشر في اماكن كتير زي مثلا والجزيرة. بيقول لك ايه بقى? بيقول لك ان تقريبا في اكتر من عشر تلاف جندي تركي بيحارب مع الصهاينة. اتفاجأت? لأ اتقل بقى معايا دا لسه الفيديو احنا بنسخن. الفيديو كل مفاجأت. طب حد يقول لي عبدالفتاح دول يعني مسلا جنود زغيرة. ولا الصهاينة مش تديينه ومسلا مرتزقة ولا ايه? المفاجأة بقى اللي اكدتها الجزيرة ان فيهم الجنرال المسؤول ركز بقى كده عن ايه? عن تشغيل نظام القبة المهلبية بتاعتهم. انت بتخيل? اتراك. اللي عدم بتاعهم احمر دا وفيه هلال. يعني فيه رتب كبيرة جدا مش مجرد جنود عادية. وده اللي وصل رئيس الحزب التركي الاسمه شعف زكريا بييجي تقريبا لو بقول لي اسمه صح يعني الراجل دا قال ان لازم الناس دي تتحاكم. وبالفعل بيتعمل قانون والناس دي هتتحاسب. يعني عايز اقول يا نتن ما تكبرهاش في حق نفسك اكتر ما هي كبيرة اساسا ها? وتقول بقى ان الجنود وشجاعة ومعرفش ايه والكلام دا كله. ولازم نرجع الاسرة. بمناسبة الاسرة بقى. كان ترامب طالع في مؤتمر بتاعه وبيهدت علني. علني كده. وبيقول بقى احسن لكم للفلسطينيين يعني ترجعوا الاسرة بتوع الضفاير. قبل ايه بقى ما اوصل للحكم علشان وقتها مش هرحم حد. فاللي هو يعني بيقول لهم احسن لكم يا حاميم الاف سين ترجعوا الرهاين. انت شايف الجبروت يا جدعان. شايفين احنا بنعاشين في غابة. يعني واحد في المعبر وحدث الرجل على الرجل. تمام? اصلا هو ما عندوش ارض. يعني ما املوش ان يقعد لقعدة دي في ارضه. فما بالك راح ارض ناس تانيين واقعد لقعدة دي. والتاني بيهدد علنيه. تمام? لو وصلت بقى هنا فعليلي بقى رمد معك على الاخر علشان هنبدأ الفيديو دلوقتي. فاجر يوم الجمعة. بايدن قاعد يرن على وقت مين? النتن. يلاقي تليفونه ايه? كل شوية مش عارف يوصل له واخد وضع. وضع الطيران يعني. فعرف ان هو على السطح ايه? الواضحة مادة. ما هو كان قبلها خميس فهو ما نزلش. يعني مهم ما قاعد يرن عليه حد لما جمع. فقال له بقول لك يا لها نتن سيبك بقى من السطح دلوقتي وركز معي جدا. فيه مسيارات جاية عليك من اليمن. واحنا وقعنا جزء كبير منهم. هم تقريبا كان اربع مسيارات وقعنا تلاتة. تمام كده? قال له ايه? قال له مش وقت اه اه اه. زي ما بقول لك كده. وحسب الاخبار العالمية ساعتها يا جماعة ان كان فيه مسيارات خرجت من اليمن ومعها سالوخ باليستي ايران الصناع. كل ده متجه على فين بقى? الله نور عليك لتل قبيب. فانت متخيل العاصمة بيدرب العاصمة. فده تسعيد خطير. خلي بالك. برضو ان تل قبيب ما تمش قصفها من يوم كام? سبع عشرة. وراح في الدربة دي ايه بقى? دبيحة من عند الدفاير وعشر مصابين. حلو كده? بيقول لك بقى ان فيه مسيارة من قصل تقريبا اربعة فلتت منهم. وقطعت مسافة الفين كيلو متر. يعني خب بالك المسيارة اللي بقول لها هداية اللي هي نزلت دبيحة وما عارش كم مصاب. قطعت الفين كيلو متر. فانت متخيل المسافة دي يا جماعة يعني يعني خب بالك ان دي مسافات فيه طيارات ما بترهمش. ويعني عايز اقول لك بقى مسيارة وصلت وضربت مبنى ده لجنبه الكنسولية الامريكية اللي هو مش وصلت خلاص. طب سانية واحدة بس كده عبدالفتاحة. هي مسيارة دي معلش بقى عدت الالفين كيلو دول ازاي يعني. بص الاعلامة بوتفيرة بيقول لك ان احنا افاشنا اساسا مبدايا كده الطيارة داية اللي هي بدون طيار. بس الفكرة بقى ان هي غيرت اتجاهها. فيعني عنهم تقريبا انزغ ليه اللي بقى متعرفش ومحامل ولا ايه. مهم ما عارفوش يرقبوها. فارهضوا يعني للبلد. فهربت منهم. طب انا همشي معاك ان انت مخرق وده حصل. طب فين الدفاعات الجواية بتاعتك? والقبا المهلبية والكل الدفاعات بتاعت فين يا فن? ولا زي خط برليف? قال لك اصلي ما عليش لا سوائني احنا اقوية. بس الدرون لما اخزة كانت راسه مدبدبة كده وصغيرة قد كده. فمشوفناهوش هو داخل. والقبا المهلبية اخترقت معادي يعني. يعني ما بيقول لك مش هفنوش مدبدبة وهو داخل يعني مش عارف نرد عليكم نقول ايه والنبي يعني. بس تدعي الاعلام بقى بتاعهم بقى ويقول لك ايه بقى. ساب كل ده. كل الهرتلة ديت وكل حاجة في الدنيا وقال لك اصل مصر هي السبب. وهي كمان المجال بتاع الجو بتاعها اخترق. يعني اقول لك ايه على اللي اخترق وما تزعلش. قال لك اصل الطيارة دي عدت من سينة. وكده المجال الجو بتاع مصر ايه? مخترق. او يمكن مصر هي اللي سهلت دخولها. انت متخيل بيجرجروك لايه? اي حاجة فيها مصر. اي جملة مفيدة وخلاص. مش بس كده. ده في منهم بيقول بقى ان هي كمان عندت على الاردن. فهم جايين في اي نكش وخلاص اللي هو عايزين يعمله حوار. بس انا عايز اقول لسيادتك ان المسايرة دي دخلت من ميناء الات وسط الشوارع عادي جدا. ولا كانها اوبر يعني. وما دخلت من البحر المتوسط وكانت الدفاير المغفرين في الحين لايف. او انا مش قادرة فهم من اللي صورها ولا اللي صورها كمان يكون حد من اليمن تبقى مصير باسوها ده يعني. مهم الله اعلم هيزهر بعد كده. فالموضوع كان باين جدا ان هم بيهروا في اي كلام. وان هو يعني علشان بس يقولوا اسم مصر باي جملة مفيدة. بس مفيدة تتلعت مين? خلطه التاني. علشان في خلطه كانت في اول الفيديو يعني. فبلاش كتير اللي خليكم يعني ملوش اي لازمة ينبهوئين. مهم الضفاير راحوا. جاروا على امريكا وبريطانيا والنيتن قاعد يعاية ويدابدل رجلو في الارض يقول لهم ايه بقى انا مليش دعوة. انا عايز اعبان سلاسي. دلوقتي. انا عايز اعبان سلاسي. لا حالا دلوقتي. انا شاكل ايه بقى يا نيتن اول دماء العالم يا جميع. قالوا له يا ابني ما انت اصلا كي كده يا نيتن ايه جديد يعني ما تزعلش. طب انت محتاج ايه بالراحة? قال له ما انا عايز ارد عليهم علشان انا بان قدام صحابي راجل. بس المشكلة ان انا مش راجل. ومش اعرف سدي الواحدي. فمحتاج من حضراتكم دعم ومعدات وتغطية ودفاعات كم وفلوسكم وشوير ملاحمة وكله. طيارات بقى اف خمستاشر و اف خمسة وتلاتين. من قاعدة كيريا اللي هي افتال لقبيب ومعها طيارات تزويد وقود. لان الرحلة طويلة جدا تقريبا بتبعت الف وتسعمائة او الفين كيلو متر. تمام كده? فمهمة اطلق عليها اليد الطويلة. هم يعني على طول بيحبوا الحاجات الطويلة بقى. سواء بقى ايد سواء لسان وكده يعني. المهمة طبعا افتروا جدا لان ما لهمشوا كبير. احنا عايشين في جيابة. امريكا وبريطانيا في ظهري. فاللي يشوف يشوف. مش فارق لنا اي حاجة. اه محكمة عدل? لا انا سمعك بتقول كده. احكمة عدل ايه? العدل دوت مش عليهم. العدل علينا احنا. العدل على الناس اللي هم العاديين مش هم. مهم استهدفوا وضربوا اعشر اهداف منهم بقى حاجات كريتيكال جدا. مصافي ومخاز النفط وبنية تحتها للكهرباء. والكهرباء قطعت فعلا في منطقة كبيرة جدا بالكامل يعني واهداف عسكرية واسلحة وزخيرة. كل حاجة في ميداء اسمه الحديدة غرب اليمن على سواحل البحر الاحمر. واللي ما يعرفش الحديدة ده يا جماعة المينا الاهم في اليمن. لانه يكاد يكون شريان الحياة الوحيد للحسيين. واتصالهم يعني بالعالم بقى بشكل عام يعني تمام كده? علشان بيستقبلوا من عليك بضايع اكل شرب معدد وكل التجارة بتاعتهم يعني بشكل عام. فحصل شلل. واعلنت بعدها جماعة الحيوث اليمنية ارتفعها عدد يعني جرحة في الغراض ده تتسافع وتمانين جريح. وتقريبا خمس قتلة قبل تصوير الفيديو ده. والحسيين بعدها قالوا او طلعوا تصريح قالوا ان مينا حيفا هيوحشكم. وتوعدوا برد مؤسر واعلنوا ان تلاقي بمنطقة غير امانة كمان. والناس دي يا جماعة مش بقى اه? يعني احنا عارفين ده. يعني مش اي كلام والسلام. لا ده النهاردة الصبح كمان للضفاير. اعترضت ساروخ ارض ارض. اطلق منين? من اليمن. رايح لفين? ليلات. فاضح ان الليلة مطولة. والناس ما بتخافش. فلو انت وصلت معي بقى لنهاية الفيديو فعايز اقول له حضرتك حاجتين. الاولى اشكرك لوقتك وان انت اتفرجت على الفيديو كله. التانية عايز اك سؤال بقى. ممكن تقول لي هو مينا الحديدة ده? على البحر اللي ايه? معلش? الله ينور عليك. البحر الاحمر صح? طيب هو ناحية يعني كناة السويس كده? تمام. يعني وردات كناة السويس هتتأثر? تمام. خير. طيب. في النهاية ربنا يعني ينصر مصر. ونتمنى خير لبلدنا واخواتنا فلسطين والسودان واليمن. وخلينا مع بعضين ان شاء الله باي عبار. وان شاء الله خلينا نشوف العمل اللي قاية اللي يحصل فيها وشكرا لكم.